بارك الله فيك فضيح الشيخ الذوق الإيماني والذوق والذوق القيمي الأخلاقي اتفقوا على أن يجعلوا النساء إما بجوار بعض أو أن تكون المرات حول أهلها حول ابنها أبيها زوجها أخيها من فضل الله وهم في محيط واحد فقد تضع رأسها وتستريع وتغطي نفسها إذا أرادت أن تنام وتقول بالنسبة للوضوء الوضوء سهل يا أختي يعني من جبال وأشجار وخيام وأماكن كثيرة وقد حججنا يا أختي عند تمرات ونعرف أن النساء الصالحات تجد لنفسها مكانا حتى لو طلبت من أختي من أخواتك يقول تعالي يا أختي قفي وضعي بيدك هكذا يعني بعباءتك وأنا أجلس وأتوضأ يعني المرأة المسلمة تعرف كيف تتصرف يا بنتي ولا نضع صورا من يعني نحاول أن نوقع أنفسنا فيما هو أشبه ما يكون بالمستحيل لا الأمور ممكنة وبالإمكان أن تتصرف المرأة المسلمة ترجمة نانسي قنقر